السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هنا معنا عبارة تستعمل كثيرا في اللغة الإنجليزية نقول الشخص المناسب عندما نتحدث عن شخص نحبه ونؤمن بأنه الشخص المكتوب لنا أو الشخص المناسب لنا نقول هنا روس يتحدث عن ريتشل ويقول إنها الشخص المناسب the one one تعني واحد the one يعني الشخص المنشود أو الشخص المختار ممكن تساعدوني في التعاليق لأترجم هذه العبارة بشكل أحسن she's the one أتمنى أن أكون قد أوصلت الفكرة كيف أقول؟ أنا أعلم أنها هي الشخص المناسب حاولوا تكتبوا الإجابات في التعاليق هذه الطريقة ستمكنكم من تثبيت كل الكلمات والأفعال الجديدة التي تتعلمونها جيد I know she's the one أنا أعلم I know she's the one إنها الشخص المناسب إنها الشخص المناسب في المدارع في الحاضر الآن في الماضي كانت الشخص المناسب؟ كيف أقول كانت؟ سهلة she was she was the one she was the one she was the one ردد معي she was the one الآن كيف أقول؟ عرفت أنها الشخص المناسب عرفت في الماضي أنها كانت الشخص المناسب ممكن توقف الفيديو لتفكر في الإجابة زيد I knew I knew هي أنا علمت أو أنا عرفت في الماضي I knew she was the one I knew she was the one كيف أقول؟ لقد رأيتها قلنا I see في الحاضر في الماضي تصبح I saw لقد رأيتها I saw her I saw her كيف أقول؟ لقد رأيتها في حفل الزفاف صديقي بضع ثواني لتفكير والإجابة هي I saw her at my friend's wedding I saw her at my friend's wedding بمجرد أن رأيتها عرفت أنها الشخص المناسب أدعوكم لكتابة الأجوبة في التعاليق جيد As soon as I saw her I knew she was the one As soon as I saw her I knew she was the one عرض الزواج أو تقدم لخطبتي بلغة الإنجليزية هي To propose To propose ردد معي Propose جيد لقد طلب مني الزواج He proposed to me نستعمل He proposed to He proposed to me هو طلب مني الزواج He proposed to me الآن كيف يقول روس لقد طلبت منها الزواج فكر قليلا أحسنت I proposed to her I proposed to her تذكرون كيف أقول يوم بالإنجليزي A day A day يوم يوم واحد One day One day كيف أقول يومين جيد Two days Two days الآن كيف أقول قبل يومين ممتاز ممتاز Two days ago Two days ago جيد قبل يومين أو منذ يومين الآن الآن لك أقول بعد يومين أقول Two days later Two days later Two days later تقدم لخطبتها كيف أقول تقدم لخطبتها أو عارض عليها الزواج أدعوكم لكتابة الأجوبة في التعاليق He proposed to her He proposed to her He proposed to her كيف أقول تقدم لخطبتها بعد يومين أو عارض عليها الزواج بعد يومين He proposed to her Two days later He proposed to her Two days later كيف أقول في ذلك الوقت أو آن ذاك جيد At the time At the time At the time كان عمري تمانية عشر عاما في ذلك الوقت ممتاز I was 18 at the time I was 18 at the time كما قلت ممكن أن أقول I was 18 أو I was 18 years old at the time I was 18 years old at the time فعل الزواج فعل الزواج أنت تتزوج هو To get married To get married ردد معي To get married فعل to get في الماضي هو فعل استثنائي أقول I get في الحاضر I got في الماضي I got لقد تزوجت باللغة الإنجليزية هي I got married I got married في الماضي I got married فعل to get في الماضي I got married الآن كيف أقول لقد تزوجنا هنا الضمير نحن هي We We لقد تزوجنا هي جيد We got married We got married هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت الآن لك أقول خطبت أو خطبت I got engaged I got engaged حول تقلده طريقتي في النطق I got engaged I got engaged كيف أقول خطبنا؟ جيد We got engaged We got engaged We got engaged قبلت زوجي منذ عشر سنوات التقينا في حفل زفاف أخته أدعوكم لكتابة الأجوبة في التعاليق جيد I met my husband ten years ago We met at his sister's wedding I met my husband ten years ago We met at his sister's wedding تذكرون كيف أقول بمجرد أن؟ As soon as As soon as As soon as كيف أقول لقد رأاني في الماضي؟ تذكروا I see في الحاضر في الماضي أقول I saw He saw me لقد رأاني He saw me بمجرد أن رأاني عرف أنني كنت الشخص المناسب أدعوكم لأن تحاولوا أن تترجموا هذه الجملة بالإنجليزية في التعاليق جيد As soon as he saw me He knew I was the one As soon as he saw me He knew I was the one كيف أقول؟ تقدم لي الزواج أو عرض الزواج To propose To propose كيف أقول؟ عرض علي الزواج بعد يومين في الماضي Propose فعل عادي يعني في الماضي أضيف له E.D. في آخر الفعل He proposed to me two days later لقد عرض عليه الزواج بعد يومين He proposed to me two days later وقلت نعم وقلت نعم تذكروا قال يقول To say To say في الماضي I said I said وقلت نعم And I said yes يعني قبلت I said yes كيف أقول زوجتي تذكرون كيف أقول زوجتي؟ جيد My wife My wife الآن Rachel تتحدث وتقول قابلت زوجي منذ عشر سنوات التقينا في حفل زفاف أخي أدعوكم لترك الإجابات في التعاليق I met my husband ten years ago We met at my brother's wedding أعيد I met my husband ten years ago We met at my brother's wedding كمراجعة بمجرد أن هي As soon as As soon as كيف أقول لقد رأيتها جيد I saw her I saw her كيف أقول بمجرد أن رأيتها عرفت أنها كانت الشخص المناسب As soon as I saw her I knew she was the one As soon as I saw her I knew she was the one تذكرون كيف أقول طلب الزواج أو تقدم لخطبة To propose To propose الآن لقد طلبت منها الزواج بعد يومين أدعوكم لكتابة الأجوبة في التعاليق جيد I propose to her two days later I propose to her two days later وقالت نعم كيف أقول قالت I say في الحاضر في الماضي أقول I said هنا قالت هي هي قالت أقول She said And she said yes And she said yes صفة سعيد باللغة الإنجليزية هي Happy ردد معي ممتاز كيف أقول الأسعد سعيد الأسعد هي The happiest The happiest يوم سعيد كيف أقول يوم سعيد A happy day A happy day أسعد يوم أسعد هي The happiest The happiest day أسعد يوم إنه أسعد يوم حرفيا إنه يكون أسعد يوم It's the happiest day It's the happiest day كيف أقول إنه أسعد يوم في حياتي أستعمل عبارة It's the happiest day of my life It's the happiest day of my life الآن كيف أقول في الماضي كان أسعد يوم في حياتي كان كان هي It was واجب الدرس رقم 14 حاول أن تعبر باللغة الإنجليزية كيف وما تلتقيت بشريك حياتك ممكن تتحدث عن نفسك أو عن صديق أو عن أي شخص أنت تعرفه المهم أنك تحاول تعبر بأكبر عدد من الكلمات والعبارات لا تنسوا الاشتراك في صفحتي على الإنستغرام learnwithasmاء كان هذا هو درسنا لليوم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر